يقول الشيخ خطورة ترك باب الحمام مفتوح وما هي نتائج ذلك معلومة تهمك وتهم أسرتك بعض الأمور التي تساعدك أو تساعد على التخلص من الطاقة السلبية وتضعف الشياطين داخل المنزل فيما يخص دورة المياه أولا نظافة دورة المياه لا بد أن تنظف بشكل مستمر والتخلص من الروائح الكريهة ثانيا تنظيف دورة المياه وتطهيرها قبل النوم ثالثا الحرص على إغلاق باب دورة المياه باستمرار رابعا عدم تعليق الملابس في دورة المياه فإبقاء الملابس ليلة كاملة في دورة المياه ستمتلئ بالطاقة السلبية وبالتالي يصعب التخلص منها إلا بعد وضعها لمدة 72 ساعة في الشمس خامسا الملابس المتصخة يجب أن تكون في سلة خارج دورة المياه سادسا يجب إبعاد العطور عن دورة المياه وعدم تبخير دورة المياه سابعا عدم التحدث يعني الكلام عدم التحدث داخل دورة المياه لأي سبب كان ويقول حفظه الله لكل شاب أو فتاة تبكي بالحمام اعلم عزيزي عزيزتي بكاؤك في دورة المياه بمثابة دعوة منك وترحيب لدخول الشياطين وتلبس الجن بجسمك وبالتالي تأخر في رزقك وزواجك ومتاعف في حياتك وكثرة المشاكل والإحساس بالحزن من دون سبب لربما كان سبب للإصابة بالصراء ويقول كل ثلاثة أيام أفتحوا الأبواب والنوافذ وشقلوا صورة البقرة وسوف تلاحظون فرق بنفسك وبأهلك من ناحية النفسية والتعامل بخروا المنزل بالحبة السوداء لتطرد الشياطين والجراثيم كما وصل حبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام لا تجمعوا الأغراض لا تجمعوا الأغراض أبدا أي الملابس والأغراض هذه لا تجمعها أبدا تحت السريد أو فوق الدولات بل رتبوها داخل أدراج مغلقة لا تبخروا المنزل والنوافذ مغلقة بل افتحوها يعني متها البخور ومدرائش ومبوب مقفلة لا بد تفتحها يقول لا تبخروا المنزل والنوافذ مغلقة بل افتحوها لا تكثروا من المرايا في المنزل وإن وجدت مرايا فأفضلوا مكان لها المدخل فقط ويقول لا تجلسوا في مكان قد قام فيه صاحبه لتوه وتنفسوا تنفسا عميكا عند استيقاظكم من النوم وقبل النهوض أن تقوه بالبسملة أجعلوا وقت النوم ثابت منتظم وأن يكون في الليل ولا تتركوا قراءة صورة الملكة قبل النوم فهنيئا لمن جعل قراءتها عادة له فاحرصوا عليها لأنها تنجي من عذاب القبر جارنا الله وإياكم من عذاب القبر ويقول أخبروا بها من تحبون ولأني أحبكم أخبرتكم اللهم اجعلها صدقة جارية عني وعن والدي اللهم أمين اللهم اجعلها صدقة جارية عني وعن والدي وعن كل من يطبقها ويقول الشيخ حفظه الله إذا أتممت قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة يصبح بينك وبين الجنة الموت ويقول إذا أتممت القراءة لا تنسى الدال على الخير كفاعله وجزى الله خيرا من نشرها وجزاك الله خيرا أيها الشيخ وجزى الله أيضا خيرا من نشرها انتهى كلامه حفظه الله وجزاه الله خيرا واجعله في ميزان حسناته الدكتور الشيخ عائد القرني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم وبركاته شكرا